وصلنا لهذا الحجم طبعاً من كل المشاريع اللي متقرر تحت الإنشاء وتحت التسليم إن شاء الله من هنا لـ 2030 مع مشاريع الـ PIF والمشاريع الـ Private Developers as well سيدة سوزان نتحدث عن هذا الحجم الضخم من المشاريع وبفترة زمانية تعتبر قصيرة لهكذا النوع من مشاريع ضخمة فبالتالي ما هي نوع التحديات التي يواجهها المطورون والمقاولون في تنفيذ تلك المشاريع وما هي أبرز لربما المعوقات أو البطل نيكس التي يجب أن يواجهوها تشمل التحديات الرئيسية هي التعاقدات مع المقاولين وكمان تأمين المواد الخام وجذب الواهب المتخصصة والحفاظ على القوة العاملة المؤهلة على الرغم من غفاظ تكلفة العمالة فإن الحاجة إلى تبني تقنيات البناء الحديثة كالطباعة الثلاثية والإسكان المعياري تعود ضرورية لقفت هذه التكاليف وتسريع إمكانية تسليم العقار مثلما حضرتك تفضلت الكمية مهولة ولادم المطورين لا يقدروا يسلموا كل هذه المشاريع في فترة زمنية محددة جدا فهذه التقنيات تعزز الكفاءة والاستدامة كما تقدم خطط المملكة لتعزيز الطاقة المتجددة فرصة للمطورين لإدخال هذه التقنيات وتعزيز مكانة المملكة كرائدة في هذا المجال عالميا ترجمة نانسي قنقر